100 مليار دولار الأمر ذاته مع الصين ففي حين يتخذ القرار بمزيد من الرسوم الجمهورية يدعو مسؤولو إدارته إلى استعناف المحادثات وفقا لصحيفة بلومبرغ وربما لا ينتهي الأمر عند هذا الحد بعد حديث سابق لترام قال فيه إنه مستعد للذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك مستندا لإعتقاده بأن الصين هي التي تخسر من فرض الرسوم هذه وبالتالي سوف تأتي لعقد اتفاق وفقا للرئيس الأمريكي ولكن لدى الصينيين وجهة نظر أخرى فهم يؤمنون بسياسة العين بالعين وفقا لوزارة الخارجية الصينية التي دعت صناع السياسة في الولايات المتحدة مرة أخرى للاستماع إلى دعوات مجتمع الأعمال الأمريكي بالتوقف عن السياسات الحماية والإجراءات الأحادية أمسي أصدرت غرفة التجارة الأمريكية في الصين تقريرا تقول فيه أن حوالي ثلثي الشركات الأمريكية لدينا تعتقد أن الجولة الأولى من الرسوم الجمركية أثرت على أعمالهم بصورة سلبية والآن 70% من الشركات الأمريكية تقول أن الرسوم الجمركية الجديدة والبالغة 200 مليار دولار ستكون لها آثار سلبية ونتائج عكسية وتخشى أطراف عدة من الاتحاد الأوروبي من أن تؤثر هذه الحرب الدائرة بين أكبر اقتصادين بشكل سلبي على مجمل الاقتصاد العالمي إن خرجت عن السيطرة وهو ما يتوقعه خبراء في ظل استمرار الإدارة الأمريكية في سياساتها الحالية عبر حشر الخصوم في الزاوية وهو ما قد لا يؤتي أقوله مع العملاق الصيني ترجمة نانسي قنقر